موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم مشاهدينا في هذه المقابلة الخاصة مع سعدة السيد جاسم بن سيف الصليطي وزير المواصلات والاتصالات مرحبا بك سعدة الوزير يا أهلا ومرحبا طالعا مركز يا مرحبا تلعب وزارة المواصلات والاتصالات دورا جوهريا ومحوريا في بناء منظومة خدمية متكاملة ومتطورة من شأنها تعزيز تنافسية دولة قطر في ساير الميادين حيث تقوم الوزارة بالإشراف على العديد من القطاعات المهمة في الدولة وخاصة تلك التي كان لها الدور الكبير في إفشال الحصار المفروض على بلادنا الغالية قطر وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة قطاعات الدولة الأخرى اليوم معنا سعادة وزير المواصلات والاتصالات حيث سنتحدث عن الإنجازات التي حققتها الوزارة وخططها المستقبلية نجدد الترحيب بك سعادة الوزير يا أهلا ومرحبا الله يطولنا قبل ما نبدأ حوارنا ونقاشنا ودنا سعادة الوزير بكلمة بهذه المناسبة القالية يوم تأسيس دولتنا قطر وهي 18 من ديسمبر على يد المؤسس رحمة الله شكرا لك طال أمرك صراحة في البداية أهني سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسيدي نائب الأمير سيدي سمو الأمير الوالد والشعب القطري الكريم وإن شاء الله دائما أيامنا أعياد وفرحة سواء بالتأسيس وأعياد ثانية أخرى لا شك أن هذه المناسبة غالية علينا جميعاً التي هي تأسيس دولة قطر ونفخر أحنا كشعب قطري متواجدين بهذه المناسبة اليوم ودوم وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم بقيادة سيدي صاحب السمو حفظه الله بإذن الله إن شاء الله سعدة الوزير العام الحالي شهد سلسلة من الإنجازات على صعيد الاتصالات تحديداً إذا ما تكلم عن صعيد الاتصالات وذلك عبر تدشين الجيل الخامس من أطلاق أمر سهيل السات 2 الذي تم مؤخراً كيف تقيمون أو تقدرون التقدم الحاصل في هذا القطاع لا شك أنك مثل ما تابعت وقلت أنت أطلاق منظومة اتصالات حديثة في دولة قطر سواء كانت متمثلة في سهيل سات أو إنشاء بنية تحتية للاستقبال لسهيل سات لأن مركز القيادة سيكون في دولة قطر وهذا سيتدشين على الشهر القادم لكن بنية تحتية متكاملة لجميع مشاريع الاتصالات هي الأهم والأبرز التي أنجزناها هذه السنة 2000 كم من الألياف الضوئية تقطي جميع مناطق قطر ليست الدوحة فقط هذه خطوة رئيسية نحو برامج استهدفتها للوزارة التي هي برامج قطر الذكية تسمو احنا اختصارا لقطر الذكية أو المدن الذكية كانت هي في البداية مشروع المدن الذكية وبن بعد تحول إلى قطر الذكية وسمينا المشروع تسمو تسمو هو قطر الذكية لكن قبل أن ندخل في ديتيلز لهذا المشروع أو لأي مشروع لازم تنشأ بنية تحتية متكاملة على أساسها تنطلق إلى المشاريع الأخرى فاللبنة الأساسية لهذا المشروع هو 3000 كيلومتر من الألياف الضوئية خلصت هذه السنة ألياف ضوئية مؤمنة لجميع الوزارات للهيئات الحكومية لبعض الأماكن المهمة في دولة قطر للشبكات الأمنية وكذلك لشبكات النقل سواء كانت في الوزارة أو للمطار أو الميناء أو منظومة النقل المتكامل اللي هي منها الريل والنقل الآخر سعادة الوزير كيف يمكن لهذه التطورات أن تسهم برفض القطاع الاقتصادي القطري عموما والمشاريع الناشئة بشكل خاص؟ لا شك أنه هي مرتبطة ارتباط كامل بالأعمال لذلك البنية التحتية الأساسية لتسهيل الأعمال سواء كانت اتصالات أو انترنت أو كذا مطلوبة في جميع المراحل لذلك ارتأت الدولة تقطيت هذه بشبكة حديثة تخدم الدولة لسنوات قادمة نقول خطة 2030 لكن هي للأمانة تعدي التاريخ 2030 كذلك حضنة الأعمال التي انشأت في الوزارة فيها 170 شركة ما يقارب من 170 شركة انشأت لتقطية بعض الأعمال استهدفتهم الوزارة خصوصا في مجال الأمن السيبرالي أو في مجال التكنولوجيا المساعدة لا تحرف أنت أنه كان قبل الحصار في شركات كثيرة جدا في الدولة تعمل في هذا المجال طلعت بعد الحصار الجائر على الدولة فحبينا ننمي القطاع الخاص بدلا نجيب شركات خارجية شركات محلية شركات محلية تمنتهم الوزارة وانشأت برامج يمكن أنت لعلك شفته برامج في الأرصاد برامج في السايبر سيكوريتي برامج في الخدمات العامة مثل الدكتور بعض البرامج الهادفة التي تبنتها الوزارة واطلقتها في القطاع الخاص بدعم من الدولة من الدولة لذلك نحتضن الآن ما يقارب من 170 شركة فهذه هي البناء الأساسية للبنية التحتية فتسهيل أعمال التجار تسهيلهم وصولهم إلى نقطة اتصال سريعة ومؤمنة وفي العصر الحديث هي واحدة من أهم دعائم الاقتصاد الوطني في الدولة نعم هناك اهتمام كبير يمكن حتى في آخر كلمة سيدي سمو الأمير أمام جمعية المتحدة دعا لمؤتمر دولي للأمن السكراني في قطر صحيح سيدي سمو الأمير دعا في كلمته وأعتقد أن ستلبي هذه الدولة الدعوة كاملة هذه الدول والآن نعمل على تنظيم مؤتمر إن شاء الله خلال السنة القادمة بإذن الله تعالى في 2019 واحد من أكبر المؤتمرات العالمية مختصة في الأمن السبرالي ويكون فيه معرض مصاحب هذه لأول مرة للمدن الذكية في الأمن السبرالي لذلك إن شاء الله سيكون بمستوى دعوة سيدي سمو الأمير وإن شاء الله سيكون مؤتمر عالمي يمس النقاط الأساسية في الأمن السبرالي وتطرح مواضيع هامة جدا يمكن لأول مرة تطرح في هذا المجال على صعيد قطاع المواصلات واصلت شركة كروة والشركات صاحبة الامتياز تطوير خدماتها لضمان حصول المواطن والمقيم على خدمات راقية لو أنت تكلم عن أهمية هذه الخطوة والمنتظر منها على هذا الصعيد نعم أعتقد أن السنة هذه كتملت المواصلات وهي كروة خطتها الكاملة للأمانة كروة لازم تكون مش موجودة في السوق كخدمات تاكسي ابتداء من 2020 لكن هذا يتتعلق بتطورات السوق يعني كان المفروض أسب الخطة الموضوعة من قبل الوزارة ومن قبل القائمين أنها تخرج من السوق وتترك هذا القطاع للقطاع الخاص نظرا لعدم استثمار القطاع الخاص بكثرة في مجال النقل استمرت مؤقتا تحافظ على التوازن في السوق لكن هي المفروض أن تظهر وتزيد الكميات أو تخلي الكميات في القطاع الخاص نحن نتطلع لتكملة جدولهم حسب النظام المقرر لهم أن في 2020 تنسحب هي من السوق لكن لازم تكون عندنا كثافة من التكاسي يعتقد المفروض كان ما يقارب من 4000 إلى 5000 تكسي في هذا الوقت لكن تعطل الخطة نظرا أن القطاع الخاص ما قطى هذه الناحية فمجبورة بموجب القانون أنها تمدد خدماته لين شوف الوزارة أو القائمين على سبيل اكتفاء أو توازن نظرا على اساس ما تخل بخدمة الجمهور طبعا هما عندهم مواصفات عالية جدا للسيارات سواء من اللون بالتقيد أو النظافة أو تحكمهم قوانين وتفتش عليهم الوزارة من آن إلى آخر بخصوص نقل الحافلات طبعا السنة إن شاء الله أو بداية السنة القادمة في انطلاق الريل سيكون هناك نظام الفيدرز الذي يغذي محطات الريل من وإلى أماكن الوصول فهذه ستشوف لها نقل سواء كان بحافلات أو بسيارات فان تقوم كروة بتوصيلهم إلى منازلهم أو إلى مناطق التجمع لكن رح يكون في السنوات الجاية رح تشوف نقلة نوعية حتى في وسائل النقل خصوصا للنقل الجماعي رح تكون مواكبة للتطورات الحديثة وصديقة للبيئة نحن حافظنا من البداية وتعليمات سيدي سمو الأمير أن تكون دولة قطر واحدة من الدول الرائدة في مجال النقل وكذلك في مجال البيئة فواحدة من أهدافنا الرئيسية وأهداف رؤية قطر 2030 التركيز على البيئة فلا شك أن الانبعاثات الغازية التي تشكلها هذه السيارات تشكل هاجس عندنا فبدأنا بتطويرها بحيث أن تكون صديقة للبيئة وإنتاج كذلك الوقود التي تنتج قطر للبترول رح يكون صديق للبيئة في نوعية الديزل أو المستخدم ابتداعا من السنوات الجاية فبتشوف تطوير طال عمرك في منظومة النقل بما يتواكب مع المنظومة العالمية بإذن الله إن شاء الله هذا ما نطمح له دائما سعدة الوزير أطلقت الوزارة برنامج المسحات الميدانية اللي يحدث إلى تحديث خطة النقل الشاملة في البلاد كيف يمكن توظيف نتائج المسحات في المشاريع المستقبلية لقطاع النقل أصلا هذه المسحات التي تجريها الوزارة مرتبطة سواء كانت بمشاريع الوزارة أو بمشاريع وزارة البلدية أو بالتخطيط العمراء المتكامل الوزارات الأخرى والمشاريع الرئيسية في الدولة قبل صارت خطة تطبقت هذه الخطة تقريبا لين 2020 أو 2022 نتائج هذه الخطة نشوفها الآن فلابد من تحديث هذه الخطة تحديث الخطة يأخذ من سنتين إلى ثلاث سنوات فراح يكون النقل المتكامل جاهز في دولة قطر الرئيسية الاشتغال النقل المتكامل النقل البحري فنحن محتاجين تحديث هذه الخطة إلى 2050 يعني محتاجين فلازم تأخذ معطيات يعني أنا أرجو من الجميع أن يساعدنا ساعات يتعاون معنا ويساعدنا في هذه المسحات لأنها لا تفيد الوزارة فقط هي تفيد الدولة ككل فإذا ما كانت المعطيات صحيحة من عندنا راح يكون تأثير كبير جدا لأننا نحن مسؤولين عن تخطيط الشوارع فساعات ينتج عنها شوارع صغيرة نظرا لعدم المعلومات الكافية من عند الناس أو من عند مستخدمين هذه بكمية الكثافة المرورية وتأثيرها على قصدي الشوارع لذلك هذه المسحات نجريها إن شاء الله راح تخلص في القريب العاجل ومن بده نضمن أو نعمل خطة النقل المتكامل لدولة قطر بإذن الله إن شاء الله وأنا الأمانة يمكن لفت نظري وهو مش شيء جديد يعني يمكن حتى شفناه في السنوات الفائتة هو التنسيق والتعاون أيضا بين وزارات الدولة مش كل وزارة مثلا تعمل على حدة يعني لو خذنا المسحات الميدانية على سبيل المثال كذلك أيضا لو جينا بالتعاون بينكم بين وزارة الداخلية وتحديدا خلنا نقول إدارة المرور التحديد هناك خلنا نقول ما أعلنت عنها مؤخرا هو تنفيذ خطة خمسية لتعزيز السلام المرورية وتخفيض وفيات الحوادث يعني هناك أيضا دور متكامل بين كل وزارات الدولة ولكن نريد أن نعرف أبرز سعادة الوزير أبرز محاور هذه الخطة لا شك أنا أرجع لك بس على قبل التنسيق المباشر بين الوزارات لا شك من هذه هي من الركائز الأساسية أن تكون الوزارات متناقمة ومتجانسة في تنفيذ الخطة لأنه بدون أشغال وبدون المرور وبدون البلدية وبدون الوزارات الأخرى ما رح تكون خطة رح تكون خطة من جانب واحد ويعجز الثانين عن تنفيذها فالتناقم والتجانس هذا هدف مطلوب ولا شك أنه فيه فيه تنسيق يومي على مستوى الإدارات ومستوى كذا على أساس وصولا إن شاء الله إلى الأهداف المنشودة والتي تتحددت رؤية قطر بإذن الله بخصوص التنسيق حق السلامة المرورية نحن تكلمنا عنها فلا شك أن هذه أهداف أهداف رئيسية من أهداف السلامة المرورية تبنت وزارة الداخلية وزارة المواصلات أشغال في تحسين الطرق في تعديل المنافذ في تعديل بعض المداخل والمخارج وصولا إلى السلامة المرورية وصولا إلى أهداف نخفف الحوادث 50% وصولا إلى صفر إن شاء الله لا شك أن الشوارع هي جزء من هذه المنظومة لكن المنظومة الأهم هي رفع الوعي عند الناس رفع الثقافة المرورية المرور يعني هو أهداف رئيسية تنتج عنها خطة العمل بين الوزرات المختلفة لكن الجمهور هنا لاعب أساسي في هذا الموضوع وعيالنا هم لاعبين أساسيين في هذا الموضوع فالوعي وتنشئتهم على التقييد بالنظم وأسس السلام 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 المرورية هي أهداف رئيسية لنا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله سعدت الوزير نحن متواصلين معك في هذه المقابلة الخاصة ولكن رح نطلع فاصل قصير وبعدها نكمل هذه المقابلة مشاهدين الكرام فاصل ونتواصل معكم حياكم والله مشاهدين الكرام متواصلين معكم في هذه المقابلة الخاصة مع سعادة السيد جاسم بن سيف الصليطي وزير المواصلات والإتصالات نجد الترحيب بك سعدت الوزير الله يسل المكان سعدت الوزير ميناء حمد أصبح علامة فارقة في المنطقة هل هناك خطط لتوسعته مستقبلا؟ شكرا لك ميناء حمد صحيح شكل علامة فارقة ميناء حمد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وكذلك خارجيا الحمد لله بفضل الله ورعاية وتوجيهات سيدي صاحب السمو حفظه الله استطاع ميناء حمد احتلال مكانه ليست في قطر إنما عربيا وإقليميا كميناء رائد ووافد للتجارة العالمية سؤالك تطوير ميناء حمد لا شك إنه تطوير قائم مستمر يمكن في 2019 في نهايته راح يكون في مركز كبير جدا سيتم افتتاحه مركز تعليمي وتثقيفي وكذلك زيارات يمكن ميناء حمد مهضوم حقا للجمهور في عدم زيارته لأنه منطقة عمليات في الواقع ومنطقة نقل لكن من خلال هذا المركز راح يكون في نقطة تحول في الميناء إنه ممكن زيارته وممكن أنك تشوف العمليات من واقع آمن من خلال مركز الزوار وكذلك كمركز تعليمي هادف كيف انشأ الميناء كيف راعة السلام البيئية كيف صار الميناء وكذلك مشاهدة ممتعة وتعليمي وتثقيفي للطلبة لكن التوسيع الرئيسي اللي راح تكون في ميناء حمد وبدأنا فيها فعليا في التصاميم وسرعة إنجازها وبتجهز أعتقد في يناير أو فبراير من 2019 وتبدأ فعليا الأعمال المنجزة من قبل شركة كيو تيرمينل شركة المختصة بإدارة ميناء حمد بتوسيع الميناء طبعا جهز من كافة مراحلة باقي التيرمينلز اللي هو محطات الاستقبال محطة استقبال رقم اثنين يبدأ فيها المشروع إن شاء الله سنة جاية بيكون فيها تطوير مستقبلي ليتواكب مع النهضة العمرانية في الدولة ليتواكب مع الطاقة الاستيعابية لميناء حمد لا شك إن من افتتاح ميناء حمد لغاية الآن ارتبط بموانأ رئيسية عالمية كانت قبل تجينا عبر موانأ وسيطة خلني أقول لك بواقع الحال كانت تجينا عبر ميناء وسيط رئيسي في منطقة الخليج اللي هو جبل علي الآن الحمد لله وبفضلة جميع هذه سواء السلاعة والبضائع الأشياء 95% من خلنقول كل البضائع سواء كانت غذائية أو غير غذائية تأتيك عبر البحر بشكل مباشر بشكل مباشر تقريبا أو عبر ميناء وسيط لأن ساعات المسافات الكبيرة جدا من أمريكا وأوروبا يستلزم بميناء وسيط مثل ما عندنا أحنا قطر تحولت إلى ميناء وسيط يوصل إلى مناطق أخرى ارتفع عندنا سواء كان لترانزيت من 10 أو 15% في السابق إلى 70 أو 80% في الوقت الحالي ارتفعت عندنا وطيرة التصدير يعني يمكن أن أقول لك وصلنا إلى ما يقارب من 800 ألف كونتينر تصدر من دولة قطر فهذا رقم كنا نحلم أننا نصدره في السابق الآن بدأنا نصدر مرور لترانزيت سواء كان لسيارات أو لكونتينرات إلى موانئ أخرى بدأنا نستقبلها ونصدرها لذلك الطاقة الاستيعابية لميناء حمد حكفيز واحد بدأت تملي في الواقع يمكن أن أضرب لك مثال في السابق ويمكن أن تلاحظها الحين أن كانت السيارات في السابق تمر تجيك مثلا خلنا نقول لك بعبارة بسيطة أن تجيك المراكب وتلف على دول الخليج على أساس أن يرتفع منسوب المركب وتخف وزنه فيرتفع فيقدر يوصل لك إلى ميناء الدوحة نظرا إلى العمق في الميناء الآن في ميناء حمد يمكن من ثاني دولة تنزل لنا البضائع أو السيارات نظرا لأن العمق يسمح بدخول بدخول هذه المراكب لا شك أن نلعب دورا أساسيا كذلك كوسيط لموانئ أخرى يمكن في بداية افتتاح ميناء حمد كان هدفنا الرئيسي التركيز على دولة قطر ومن ثم التركيز على موانئ أخرى ونقلها عالميا فلما وصلنا إلى هذه المعادلة الآن بدأنا بالتوسع الرئيسي لأننا نعتقد أن فرصة ميناء حمد كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني أو الاقتصاد الإقليمي فرصة كبيرة جدا سيكون إن شاء الله من الموانئ الرئيسية في المنطقة كذلك استحواذه على ما يقارب من 30% من تجارة الشرق الأوسط هذا رقم كبير جدا وصلنا له وإن شاء الله نطمح بواسطة القائمين على هذا المشروع الضخم وإدارته أن نوصل إلى أرقام متفائلة مستقلا هل سيكون لمنع حمد دور في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق الصينية وكيف سيسهم هذا الشي في دعم الاقتصاد الوطني لا شك أن هذه المبادرة من أهم المبادرات في المنطقة نحن مهتمين جدا فيها نشارك في اجتماعات شبه دورية لمبادرة الحزام والطريق يمكن توقيعنا يمكن شفت أنت قبل شهرين ثلاثة وقعنا ويا شركات صينية سواء كان بالنظر إلى الاستحواذ على بعض الموانئ الإقليمية أو لزيادة قدرة ميناء حمد على الاستيعاب أو كذلك استيعاب البضائع القادمة يمكن حين صار التعاون وثيق جدا بالحزام والطريق ويمكن نحن من أول الدول التي نفذنا هذه المبادرة بالتعاون مع الصين عندنا خطوط مباشرة إلى موانئ باكستان التي تشقل بواسطة المشقل الصيني وكذلك ننظر إلى تعاون أكبر في هذا المجال عندنا خطوط مباشرة مع الصين لما يقارب من ثلاث مدن مباشرة كانت ما تجينا الآن تجينا ثلاث بشكل مباشر وبشكل يعني خلنقول في الأسبوع عندنا ما يقارب من ثلاث بواخر يعني يوم وترك يعني يوم وراء يوم وهذا معدل كبير جدا في نقل البضائع سعدة الوزير تدشين مناطق حرة واللوجستية قرب الميناء أهميتها في تطوير نشاط إعادة التصدير وبناء صناعة خدمات لوجستية متكاملة وتحديدا بالقرب أو بالمحاذة من الميناء هذه لا شك أن رأيت سيدي سمو الأمير بإنشاء مناطق حرة رؤية صائبة وتعرف أن الميناء لا يقدر يشتغل إلا بجنب منطقة لوجستية متكاملة فهي المنطقة التي منحت للمناطق الحرة طبعا عدة مناطق بس من أهم المناطق اللي هي منطقتهم الحول فمنطقتهم الحول الاقتصادية هي متلازقة ويا الميناء ناهي كنا عندهم ميناء خاص فيهم اللي هو كنا مسمينا الميناء الاقتصادي أو ميناء التجار فيوجد ميناء متكامل كذلك في المنطقة الاقتصادية لكن نحن نتطلع لنهاية هذا المشروع القائمين عليه نشد على يدهم لأنهم جلسين يحاولون ونجحوا في المحاولة باشتذاب شركات عالمية كبرى للاستثمار في المنطقة الاقتصادية ولا شك أن هذا الاستثمار سيؤثر بالإيجاب على ميناء حمد لأن وجهة التصدير الرئيسية راح تكون بوابة قدر خلنقول تجارية اللي هي ميناء حمد بخصوص ميناء الدوحة وين وصلت عمليات عادة تأهيلة ليصبح أكثر قدرة على استقبال السفن السياحية العملاقة يمكن أنت شفت خلال الأيام السابقة أو الأسبوع اللي طابت أن أول مرة نستقبل في ميناء الدوحة بخرتين سياحية يعني تكررت في سبوعين مع بعض بخرتين سياحتين وهذه إضافة جداً حق القائمين في السياحة أو موانا قطر باستضافة بخرتين رئيسيتين في ميناء الدوحة تحديداً لأسبوع القادم وقبل سنبدأ بإطلاق مشروع تعميق الميناء مما يسمح وإن شاء الله انتمكن من نهاية 2019 أو بداية 2020 من الانتهاء من المراحل الأساسية بتأهيل الميناء من البنية التحتية يستطيع أن يستقبل أكبر السفن السياحية في العالم فإن شاء الله رح ينطلق المشروع الأسبوع القادم وينتهي في 2020 لكن هذا ما يمنع باستقبال سفن سياحية كبيرة كما جرت العادة لأن الممر رح يتوسع على مراحل مما يسمح بعدم عاقة حرية الملاحة فيه فإن شاء الله رح يشوف في 2020 ميناء الدوحة بشكل حضاري واكب استقبال السفن الأملاقة السياحية قبل ما نطلع عن الموانئ خلنا نختم بسؤال خاص بموانئ الصيد كلمنا عن موانئ الصيد وهذا العمل القائم خلال الفترة القادمة خصوصا موانئ الصيد صراحة هم تحت وزارة البلدية إدارة التروة السنكية لكن عهد لنا بالتطوير نظراً أن وزارة المواصلات تمتلك خبرة والاتصالات تمتلك خبرة قليلة ولو قليلة في تحسين وإدارة الموانئ لذلك أطلقنا المشروع إن شاء الله في جميع موانئ الدولة نبدأ من الوكرة الخور الذخيرة الرويس بتطويرها كاملة لاستيعاب عدد قوارب للصيد أو للنزهة أكثر من العدد الحالي في موانئ ستبرز أعتقد الوكرة إذا ما خانتني الذاكرة في 2019 و2020 ميناء الخور 2020 الذخيرة 2020 الرويس فبتكون ضغطة الاستيعابية كبيرة جداً ناهيك عن شكله الجمالي رح يكون بشكل آخر ومن بعد سيسلم إلى إدارة الثروة السمكية نحن مسؤولين عن التطوير وإن شاء الله سنسلمهم المشروع لكن المشروع قائم ونهاية المشاريع لثلاث موانئ أعتقد 2020 نقول خلال إن شاء الله سنتين سنتين إن شاء الله رح تكون كل الموانئ سلمت لوزارة البلدية قسم الثروة السمكية ومن بعد تدار من قبلهم لكن أعتقد أنها بتكون بشكل حضاري جداً يعني أنا شفت الصور وكذا فكانت شيء إن شاء الله يليق سواء كان بالمشروع أو بدولة قطر هذه إن شاء الله نعتبرها إن شاء الله بشارة لأهل البحر بإذن الله خلال السنتين القادمة إن شاء الله لننتقل ساعة الوزير إلى مطار حمد الدولي هل هناك نية أو توجه لتوسعة مرافقه لتعزيز مكانته كأحد أفضل مطارات العالم لا شك أن هذه المشاريع مستمرة أعتقد أن في بداية السنة من 2019 رح يطرح من قبل هيئة الطيران المدني أو خلنقول تحديداً لجنة تسهير مطار حمد مشروع متكامل لمبنى ثاني للركاب فهذا جزء من التطوير الذي نتكلم عنه وبالإضافة إلى مشروع متكامل لموقف الطائرات كذلك رح يوسع موقف الطائرات بعض الأشياء رح يكون فيه خزنات وقود كافية لتطور القطرية ونموها المستقبلي لعلك لاحظت أنه فيه تطور في القطرية وشراء طائرات جديدة والتحاقد على صفقات أخرى من الطائرات مما يستوجب تعديل مطار حمد وتوسعته بحيث أنه يستوعب هذا الكم من إن شاء الله انتمنى للمحظة من المسافرين اللي رح يجربون تميز في وصولهم إلى مطار حمد نعم تحديدا القطرية أعلنت مؤخرا بأنها ستسلم ستين طائرة بحلول العام المقبل بإذن الله سعادة الوزير هل نحتاج لشركة طيران اقتصادية اقترية من خفضة التكاليف لتلبية احتياجات شريحة من المسافرين والله صراحة احنا قمنا بهذه الدراسة مسبقا واكتشفنا أن كقطرية أو خلنقول كحكومة دولة قطر ما عندنا نية أن نعمل شركة اللي هما طيران المنخفض اللو كوست وكذا لأن صارت عندنا تجربة في السابق أن خلينا القطرية تعمل بعض طائرات تأو موديفكيشن على الطائرات بحيث أن تعمل بهذه الطريقة ما كان الإقبال بمستوى لكن توصلنا إلى معادلة بدال ما عمل خلنقول شركة أخرى خلينا مقياسنا كان بعض الشركات اللي قبل الحصار كانت تنقل لنا بطيران منخفض وعدد المسافرين اللي جون فيها فقمنا خصصنا ما يقارب من أربعين مقعد على القطرية أن تقدر تاخذه بسعر مخفض طبعا نحن في الدرجة العادية نتكلم السياحية على أساس ربعنا ما يفهمون أننا نتكلم على البزنس أو الدرجة الأولى فهذا رفاهية زيادة خصصنا ما يقارب من أربعين مقعد لكن بشرط أنك تحجز مسبقا فبتحصل فيه مفاضلة في السعر ما يقارب مثل الطيران الآخر في النقل لكن إذا حجزت أنت خلنقول بكرة بتسافر وبعد بكرة والأسبوع الجاي بدون حجز مسبق هذا طبيعي في كل الطيران العالمي أن يكون سعره عالي جدا لكن إذا حجزت مثل ما قلت لك قبل فيه أربعين كرسي مخصص للنقل الرخيص وكيف شفتوا التجربة هذه أنا أشوف أنها ممتازة بشرط لكن أنا بأمانة أقول لك ما أشوف فيه شريحة كبيرة تستفيد منها لأن جرت العادة عندنا إحنا القطريين أن يحجزون قبلها بيوم أو يومين وصاروا المقيمين والأخوة المقيمين والوافدين الموجودين تطبعوا خلنقول بأطباعنا نفسنا لكن لو تحجز بفترة طويلة جدا أعتقد بفترة يعني معقولة راح توصل إلى سعر عادل نعم طيب سعادة الوزير يمكن أشرفنا على نهاية المقابلة ولكن خلنا نتكلم بشكل عام مترو المترو وين وصل وهل من جديد تحب أنك تصرح من خلال شاشة قناة الريان في هذه المقابلة الخاصة بخصوصها والله أعتقد أن مترو الدوحة وصل إلى مرحلة متقدمة جدا خصوصا في الخط الأحمر ومثل ما تشوف يمكن أنت للعيان أن تشوف التجارب اليومية لمترو الدوحة أعتقد أن الخط الأحمر إذا ما خانتني الذاكرة هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي قبله سلم إلى الوزارة بحيث أن الآن ناس من الوزارة هم الذين يقومون بالتجارب وصولا إلى أعطائهم خلنقول الشهادة شهادة التشغيل لأنه هو يمر بمراحل أول شيء المشقل ثاني شيء قطر ريل وثالث شيء الوزارة اختتاما بها على أساس تعطيهم الشهادة للتشغيل قطعنا فيه مراحل العمل إن شاء الله سينجز بالكامل خلال السنة القادمة وراح تكون افتتاحات متتالية إن شاء الله للخطوط الرئيسية نبدأ بالخط الأحمر والأخضار فالدحب إن شاء الله قريبا جدا ختاما سعدة الوزير كيف يمكن لنا وصف وتخيل شبكة المواصلات والنقل المحلية بحلول منديال الفين واثنين وعشرين والفترة التي تليها لا شك إنها بتكون إن شاء الله نبعدكم إنها تكون شيء رائع تطبيق رؤية سيدي صاحب السلمو حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدر إن قطر تكون متميزة في كل الأشياء بما فيها النقل والاتصالات فبتشوف شيء ونقلة نوعية سواء كان في النقل في كيفية الوصول إلى الملاعب سهولة الوصول لها وكذلك تطبيق لرؤية قطر ما بعد ذلك 2030 أن وسائل النقل الحديثة تكون مجمعة في دولة قطر سواء كان مترو أو نقل جماعي أو نقل بحري فإن شاء الله بتشوف شيء يسعدك ويسعد الناس بحيل الله تعالى ونطمح إن شاء الله بالأفضل وإن شاء الله أن قطر هي تستحق بالأفضل بإذن الله إن شاء الله تستحق الأفضل بجهودكم وجهود شبابها سعادة جاسم بن سيف الصليطي وزير المواصلات ولد صلاة شكرا جزيلا على وقتك وقبولك لهذا اللقاء الخاص بقناة الريان شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك يا أخبي والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة إلى أن نراكم في مقابلات خاصة مستقبلا في أمان الله اشتركوا في القناة